شهر جوان المقبل ستقدم جميع الجامعات الجزائرية مقترحاتها في مشروع المؤسسة مشروع يهدف بالأساس إلى تحديد تخصصات حسب الحاجة وجعلها في خدمة الاقتصاد الوطني كما وعد حجار بمرافقة الأقطاب الجامعية لتحسين ترتيبها عالميا في حدود عام 2020 أي أن الجامعة من خلال هيكلها العلمية والإدارية على مستوى الأقسام والكلية وعلى مستوى الجامعة تقوم بدراسة الواقع المحيط بها بالاستعانة بالمخطط الوطني لتنمية الأقليم وللمخطط الولاية وبمساعدة السلطات المحلية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي لكي تعرف ما هو التكوين الذي يجب أن تقوم به حجار عاد لملف الجامعات الخاصة وأكد أنه في الوقت الحالي لا يمكن تسميتها الجامعات عندنا اللي عطيناهم التأهيل كانت تسعة لحد الآن تسعة مؤسسات خاصة كانوا مقبل ثلاثة ثم زادوا ستة لكن سأفاجئكم إذا قلت بأن هذه تسعة كلهم ما يسجلوش كثير من ألف طالب كلهم بين تسعة مجتمعين فيهم ألف طالب المهم جميعا في الدخول الجامعية يكونوا جاهزين يعني ما نعطيكش الأسماء مع مينش حافظها أولا صح مينش حافظ الأسماء عن الخلفات التي يعيشها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي قال الوزير أن الخلاف الداخلي والعلاقة له بالوزارة والعدالة من ستفصل فيه وستحدد الممثل الشرعي للمجلس ترجمة نانسي قنقر